تحية طيبة موجز لأهم الأنباء أهلا بكم زار رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد سفارة بلادنا في الجمهورية العراقية والتقى البركاني ومعه عضواء المجلس عبد الكريم الأسلمي وسهيل محمد عبد الرزاق بالسفير الخضر أحمد مرمش وطاقم السفارة واستمع من السفير لشرح مفصل عن وضع السفارة وأنشطتها ورعايتها للمواطنين اليمنيين المقيمين في العراق ودورها الدبلوماسي في توضيح الصورة عن ممارسة الحوثيين ودور الشرعية في محاولة الوصول إلى سلام شامل وتجنب إلاقة الدماء كما تحدث السفير عن وضع العاملين بالسفارة سواء دبلوماسيين أو إداريين محليين وإسهاماتهم في حل المشاكل توجه رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك إلى مدينة الجينيف السويسرية للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام 2023 والذي تنظمه حكومتي السويد وسويسرة برعاية الأمم المتحدة ويشارك في الفعالية أمين عام الأمم المتحدة أنطوني غوتوريس ومسؤولون رفيعي المستوى من الدول المانحة وشركاء اليمن في التنمية حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2023 ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء على هامشي هذه المشاركة كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك في مدينة برمنجهام البريطانية بممثلية الجالية اليمنية في المملكة المتحدة وذلك للإطلاع على أوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وفي بداية اللقاء نقل بن مبارك تحية القيادة السياسية لأبناء الجالية مشيرا إلى اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالمغتربين اليمنيين وأثنى بن مبارك على الجهود التي تبذلها السفارة في لندن في التواصل المستمر مع ابناء الجالية والتعاون معهم وتسهيل معاملاتهم القنصلية مستعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والتحديات المختلفة التي تواجهها الحكومة اليمنية وجدد بن مبارك التأكيد على التزام الحكومة بتغليب مصالح الوطن والدفاع عنها والعمل على تحقيق تطلعات وأمال الشعب اليمني للعيش في وطن حر آمن ومستقر برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السماكية لو أسالم عبدالله السقطري انعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء الموسع والتقييمي لواقع القطاع السماكي وتحدياته بحضور وكلاء ومستشارية الوزارة ورؤساء الهيئة السماكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة ومدراء عموم الدوائر والإدارات المختصة في الوزارة والمرافق التابعة لها كرس اللقاء لمناقشة مرتكزات آليات تنظيم تسويق وتصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة للعام 2023 والذي تزامن انعقده مع أول يوم من سريان تنفيذ قرار وزير الزراعة والري والثروة السماكية بتوقيف صادرات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة للخارج كما اطلع المشاركون في اللقاء على مسودة آلية وتم إثراؤها أو مسودة الآلية وتم إثراؤها بالنقاشات والملاحظات والمداخرات القيمة التي هدفت في مجملها إلى معالجة كافة الإشكاليات وأخيرا نشد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بنجاح تنظيم بطولة كأس عدن لكرة القدم وبالزخم الجماهيري الكبير الذي واكب البطولة وجدد لملس خلال لقائه الكابتن وجدان شادري مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن دعمه الكامل لمكتب الشباب والرياضة بعدن وكل المنشط التي من شأنها أن تعزز قدرات الشباب وتنمي مهاراتهم وإبداعاتهم ونقش اللقاء الذي شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم بعدن عبد الجبار سلام ورئيس دائرة الشباب والطلاب في المجلس الانتقالي مؤمن الثقاف واقع ووضع أندية عدن وسبل دعمها وكيفية العمل والتعاون على تطويرها واستعادة دور عدن الرياضي الرياضي والثقافي والنهوض بفئة الشباب وصلنا إلى الختام دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء موسيقى